نشرت الظهر من القناة الوطنية الأولى والبداية بالعنوين تسجيل حالتي وفاة بكل من زغوين واسفاقس بالكوفيد وتونس تجري مفاوضات مع منظمة صحة العالمية من أجل الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا فور ثبوت نجاعته بداية من اليوم تسليط خطية بستين دينار للمخالفين للحمل الإجباري للكمامة وحملات أمنية لمراقبة مدى التزام المستعمل وسائل النقل العمومي لهذا الإجراء ترامب يبدأ اليوم حملته الانتخابية في مسعى لتذليل الفارق أمام خصمه جو بايدن ويؤكد أنه لا يمثل خطرا لنقل العدوى بفيروس كورونا أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الإخباري ونبدأه بآخر تطورات الوضع الوبائي في تونس فقد سجلت اليوم حالتي وفاة في كل من زغوان وأسفاقس فيما لا يزال عدد من ولايات الجمهورية يعيشوا على وقع ارتفاع متواصل في نسق الإصابات بفيروس كورونا يأتي ذلك في وقت شرعت فيه تونس اليوم فاستخدام كمية من تحليل سريعة تقدر بأربعمائة ألف تحليل لتقصي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوصات أعوان وإطارات الصحة وفق ما أفد به المدير العام لمعهد باستر تونس الهاشمي لوزير الذي ذكر في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن هذه الكمية من التحليل سيجري استخدامها على دفعات وتستهدف أعوان وإطارات الإدارات الجهوية للصحة بالمستشفيات وفرق الإسعاف الطبية موضحا أن إجراء هذه التحليل التي اقتنتها تونس في فترة سابقة سيتم بصفة مجانية سجلت ولاية زغوان اليوم حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر خمسا وسبعين سنة تم إيوائه بوحدة كوفيد-19 منذ السادس من أكتوبر الجاري على إثر إصابته بالفيروس وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة سهي البالي موضحا أن عدد الوفايات ارتفع بذلك إلى 11 حالة منها ثلاث وفايات سجلت في الأيام ثلاثة الأخيرة وفي ولاية سفاقس سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفايات بسبب الوباء منذ ظهوره في الجهة إلى 37 حالة تزامنا مع ارتفاع جديد لنسق الإصابات بالفيروس فيما سجلت 98 حالة إيجابية إضافية أما في ولاية جابس فقد أفاد المدير الجهوي للصحة رياض الشاوج بأنه تم الحصول على نتائج 296 تحليلا أجريت على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا وأن 92 وتسعين من هذه العينات قد جاءت نتائجها إيجابية وأثبتت إصابة أصحابها بالفيروس هذا وسجلت ولاية منوبة عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا بمعتمديات منوبة ودوار هيشر وجديدة والبطان ليبلغ بذلك عدد حامل الفيروس 372 حالة وفق المديرة الجهوية للصحة نبيل جدور وتوازيا مع تسجيل المزيد من الوفايات وارتفاع نسق إصابات كوفيد-19 أعلن شكري حمودة مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي أن منظمة الصحة العالمية ستوفر لتونس حوالي 380 ألف جرعة من التلقيح مجانا مؤكدا أن التلقيح فيروس كورونا سيصدر أواخر سنة 2020 فما لجنة قاعدة تشتغل على وقت اللي بشخرج التلقيح في آخر السنة هذه بشيجيل تونس فما منظمة الصحة العالمية تشتعطي للبلدان اللي كيف نحن النسبة من التلقيح وبالتالي نحن نحضروا في الملف متاعنا ونقوم نعمل في سيناريوات حسب الأهداف يقول إلينا نحب أن نعملوا تلقيح بش نقصوا في الوفايات وإلا نقصوا في الوفايات ونزيدوا ونحميوا الناس اللي تخدم في قطاع الصحة ولا نحميوا الناس اللي تخدم في قطاعات حيوية في الدولة هذه الكل سيناريوات قاعدين نخدموا فيها طريقة علمية مع خبراء الاستفادة الأولانية كما قلت لك قرابة 380 ألف جرعة هذه نخذوها معناتها مجانا وقدر ملفهم تاعنا يدافع على روحه وفي سيقا متصل بالجهود المبذولة للحد من انتشار الوباء أفاد الهاشمي الوزير مدير معهد باستور تونس اليوم بأن اللجنة العلمية لمجبهة فيروس كورونا في تونس يجري حاليا نقاشاتا مع منظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على اللقاح الخاص بالفيروس فور ثبوت نجاعته هذا واجأ منذ قليل خبر مفاده أن ولاية باجا سجلت اليوم حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات نتيجة الإصابة بهذا الفيروس إلى 16 حالة حسب ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة الدكتور ناجي العطوانية شرعت الوحدات الأمنية اليوم في القيام بحملات أمنية لمراقبة مدى التزام مستعملي وسائل النقل العمومي في ارتداء الكمامة وتسليط خطايا مالية على المخالفين إحدى المحطات الكبرى للمترو الخفيف بتونس العاصمة كانت وجهة إحدى هذه الوحدات نتابع هذه إحدى المحطات الرئيسية للمترو الخفيف بتونس العاصمة أين انتشرت وحدات أمنية بوسطها ومداخلها لمراقبة مدى التزام مستعملي النقل العمومي بحمل الكمامة وتحرير خطايا مالية بستين دينار للمخالفين قال لا سيد رسول حكومة بستين دينار كل ما يطلع المترو وسيلة النقل العمومي صفة عامة ما غير بافيت راو بشيط خط مخالفة معتها الخطر مستعمل المترو الخفيف بمختلف مساوياتهم وفئاتهم العمورية حمل أغلبهم الكمامة داخل المترو وفي محيط المحطة باستثناء نسبة قليلة عللت عدم الالتزام بهذا الإجراء بأسباب عديدة أنا نسيتها سبحان الله بعد إنسان ما اختار راما أنا نسيتها في الدارة في باليش أنا بارك متفاهمين فيها فهمتني أنا ما في باليش بها والله أنا في بالي بها أنا مش ديرك تأجي نعطيك مخالفة بصراحة من لول قينا صعوبات مع المواطن تحس وليت فما بعد شواعي على مستوى المواطن أنه الأغلبية نقول وحنا في قيمة 95% ملعبات قاعدة تلبس الحاق التربي فما صيفة معتها فئة عمرية معينة متاع كل صغار متاع 15-16 سنة ما همش قاعدين يمتثوا قاعدين ناخذ بعام في الإجراءات اللازمة المرور إلى هذا الإجراء الزجري يندرج في إطار فرض ارتداء الكمامة في الفضاءات العمومية نظرا لمساهمتها في تقليص عدد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة تساوي 60% وفق ما أكده وزير الصحة فوزي المهدي مع تقدم الأبحاث والدراسات العالمية تمكن العلماء من كشف جوانب عديدة في تركيبة فيروس كورونا ما استوجب تحيين البروتوكولات الصحية المعتمدة في الموجة الثانية من انتشار الفيروس بعد الصدمة الأولى التي تلقاها العالم مع بداية انتشار فيروس كورونا المستشد تكثفت البحوث الوبائية والدراسات العلمية لفهم تفاصيل هذا الفيروس وكيفية التعامل معه ما توصلت إليه أحدث هذه الدراسات استوجب تحيين البروتوكولات الصحية التي تم وضعها خلال الموجة الأولى من انتشار الوباء وفق توشهات منظمة الصحة العالمية في أول مخرج الوباء اعتمدنا على البيسيار كهية مع لها مرجع بشي قوله إنسان مريض البيسيار هذه هي نوع من تعظيم مكونات في النواة تنتعى الفيروس تخلينا نتعرف على كل الحالات لكن نظهر بعد مع الوقت اللي هيك التفخيم هذاك يمكن يخلينا نتعرف على شضايا الفيروس بدون أن يكون الفيروس حي هكا عليش من الأول كنا نأخذها لأربعة عشر يوم وإجبارية أن تكون البيسيار سلبية حتى الإنسان يقوله تعافى لكن اليوم نعرف لهذاك مش صحيح إلا لك الاعتماد تصبح أنه بعد عشر يوم من الإنسان عنده تحليل إيجابي ببيسيار نعرفه إليها وبراء بعض الدراسات بينات للبيسيار تقعد بوزيتيف حتى مدة أكثر من عشر يوم اللي نلقاها في البيسيار بوزيتيف هذاك بعد مدة أكثر من عشر يوم سيلوجينوم سيلارين ما هي مكون الجيني متاع الفيروس ما هوش الفيروس اللي ما زال قابل باش يعمل عدوى كما شمل تحيون البروتوكول الصحي في تونس اعتماد التحاليل السريعة بدرجة أوسع بعد أن كانت التحاليل المؤكدة تقتصر بدرجة أولى على تحاليل البسيار ما سيمكن من حصر الحالات الإيجابية بسرعة أكبر ويخفف الضغط على تحاليل البسيار الأكثر كلفا الاعتماد عليهم التحاليل السريعة خاصة قد اكتولنا نمشي ونحلوا وعند العبادين عندهم الأعراض وعندهم الأعراض بشيولي التحاليل السريع هذا اللي هو كيف كيف معنا ناخد عينة من الأنف اللي يعتمد عليه بشي نتعرف على الحالة المرضية كان هو إيجابي نتعرف على الحالة المرضية كان هو سلبي حتى كان تقعد شوية شكيكة هذا كان كامل للبسيار نقوم بالكشف على الجنوم على الارين متاع الفيروس نجم نقوم بالكشف على مكونات الفيروس للانتجين الانفلوبة البرانية بالتست انتجيني كفي انتست ركيد استعملوه في دول الأخرى ما يطلب نص سعة ما عندوش نفس القيمة كالابيسيار ما ينقص الضغط آخر الأبحاث العلمية استوجبت كذلك تحيين البروتوكولات عند دفن الموتى الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس لم يقع غسل الميت بصفة عامة الفيروس ليس يخرج من البدن خاطر وقضائف متوقفة ينجم يقعد شوية على الجلد متاع الميت ولذلك احنا كيف نغسل يدينا ونلبسوا الماسك ونتعاملوا مع الجثة معناها بصفة عامة معناها بالاحتياطات وعدم الغسل هو لي أقل اختاره وتبقى خطورة الفيروس أساسا في سرعة انتشاره خاصة بعد أن ثبت علميا منذ بداية الموشة الثانية أن حوالي 85% من الحالات لا تحمل أعراضا ما يفسر الدعوات الملحة إلى احترام الإجراءات الوقائية لمنع حصول ضغط على المؤسسات الاستشفائية التي تستقبل الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا دعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال للصلة الجهوية والمحلية إلى تمكين أصحاب المقاهي والمطاعم وأعوانها من رخص استثنائية للجولان في ظل الحظر ليتسنى لهم تنظيف محلاتهم وتعقيمها وتزويدها خارج أوقات استقبال الحرفاء وأكدت المنظمة في بيان لها التزامها بتسخير هيكلها لمراقبة مدى احترام منظورها لإجراءات البروتوكول الصحية وذلك في شراكة تامة مع الصلة الرقبية للدولة مع الالتزام بتنفيذ الحملات التحسيسية اللازمة معربة عن أملها في تشريكها في بلورة ومناقشة جميع الإجراءات التي تهم سير مؤسسات ريادة الأعمال كما طالبت بضرورة إدراج أصحاب المقاهي والمطاعم في سجل المعوذ لهم وتمكينهم من جبر الأضرار التي لحقتهم جراء الجائحة ودعمهم بقروض ميسرة تلغي شرط الرهن الذي تجاوزته أغلب بلدان العالم بما من شأنه أن يعيد ثقة المستثمرين في المؤسسات المالية وفق ذات البيانة تم أمس الأحد انتخاب النائب عن حزب الطيار الديمقراطي محمد عمار رئيساً للكتلة الديمقراطية بالبرلمان التي تضم 38 نائب وتضم نواب حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي ويخلف محمد عمار النائب هشام العجبوني الذي تم انتخابه في الدورة البرلمانية الفارطة في أخبارنا العربية والدولية يواصل وفدان من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة مشاوراتهم لليوم الثاني على التولي برعاية بعثة الأمم المتحدة حول القضايا الدستورية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وأكد رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل أهمية أن يكون الحل في ليبيا ليبياً ليبياً بعيداً عن أي تدخلات خارجية ومشدداً على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية يستأنف اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية بتجمع ضخم في ولاية فلوريدا ينتظر أن يلقي خلاله خطاباً عاماً للمرة الأولى منذ تأكد إصابته بفيروس كورونا وقد أكد تعفيه من الفيروس وأبدى استعداده لمواصلة السباق نحو البيت الأبيض بعد تغيبه عن حملته الانتخابية بسبب إصابته بفيروس كورونا يعود اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشح الجمهوريين إلى أجواء الحملات الانتخابية بتجمع حاشد في إحدى الولايات الأساسية وهي ولاية فلوريدا على آمل أن يذلل الفارق أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن حضوره وسط التجمعات الكبرى يأتي بالرغم من التساؤلات حول مرضه ومدى اكتمال شفائه وهو الذي لم يمكث في المستشفى سوى ثلاثة أيام الأمر الذي يغذي الصورة التي يروج لها خصومه الديمقراطيون في كونه متهوراً لرفضه سابقاً وضع الكمامة تلك التساؤلات رد عليها ترامب أمس في حديث تلفزي بتأكده أنه لم يعد مصاباً بمرض كوفيد-19 ولا يمثل خطراً في نقل العدوى وهما سابقاً أكده طبيبه لكنه لم يذكر ما إذا كانت نتائج فحوصه سلبية للفيروس لقد اشتست أعلى اختبار وأعلى المعايير وأنا في حالة جيدة يبدو أن لدي منعه يمكن المخروج ترامب الذي يستنف حملة متعثرة يواجه وضعية محرجة بعد أن أعرب كبير علماء الحكومة الأمريكية أنتوني فوتشي عن استيائه من توظيف تصريح سابق له ضمن حملة ترامب واصفاً ذلك بالتظليل وقد أظهر الإعلان فوتشي وهو يقول إنه لا يستطيع تخيل أي شخص يستطيع فعل المزيد لمحاربة الفيروس في تلميح إلى أنه كان يشير إلى ترامب فوتشي بيّن أن تصريحاته أخرجت من سياقها وأنه لم يؤيد علناً أي مرشح سياسي على مدى نحو خمسة عقود من الخدمة العامة أنصار ترامب كانوا يرمون من خلال هذا التصريح انتزاع اعتراف من أجاعة إدارة ترامب للجائحة وهو الذي يتهم بأنه أساء التعامل مع الوضع الوبائي ما جعل بلاده تتصدر دول العالم من حيث عدد الوفاية والمصابين بالفيروس وفي خضم الصباق إلى البيت الأبيض يحتدم الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تعيين مرشحة الرئيس القاضي إيمي كوني باريت في المحكمة العلية حيث حذر الديمقراطيون من أن عضويتها بالمحكمة ستهدد قانون الرعاية الميسرة وحقوق الإجهاض وقد يسنجد بها الرئيس لحسم الانتخابات في الغضون وقبل ثلاثة أسابيع من يوم الاقتراع يخرج ترامب على ما يبدو منتصرا في معركته الأولى ضد الفيروس في انتظار أن يحقق طموحه في البقاء سيدا على البيت الأبيض على خلفية تنامي التوتر الذي تعيش على وقعه منطقة شرق المتوسط وصفت وزارة الخارجية اليونانية اليوم تحرك تركيا لإجراء عمليات مسحا في شرق البحر المتوسط جنوبية جزيرة كاستيلوريزو اليونانية وصفته بالتصعيد الكبير للتوتر والتهديد المباشر للسلام والأمن في المنطقة ودعتها إلى تراجع عن قرارها وأضافت الوزارة في بيان لها أن الخطوة التي جاءت بعد أيام قليلة من اجتماع بين وزيري خارجية البلدين التزمت فيه تركيا باقتراح موعد لبدء محادثات استكشافية تظهر أن التركيا لا يمكن الوثوق بها ولا ترغب حقا في حوار يتذلك ردا على أعلن البحرية التركية في ساعة متأخرة الليلة الماضية قيم سفينة تركية بأنشطة مسحا زلزاليا شرق البحر المتوسط وداخل الجرف القارية اليوناني اعتبارا من اليوم وعلى مدى الأيام العشرة المقبلة قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم أن عالمي الاقتصاد الأمريكيين بول ميلجروم وروبيرت ويلسون فاز بجائزة نوبل الاقتصاد لعام 2020 لتعديلاتهما على نظرية المزادات وابتكارهما صياغا جديدة للمزادات وقالت الأكاديمية في بيان أن صياغ المزادات الجديدة مثال جميل يبرز كيف يمكن للبحث الأساسي أن يصفر عن ابتكارات تفيد المجتمع وجائزة نوبل للاقتصاد التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كورونا السويدية أي بمليون دولار فاصل أربعة عشر ليست واحدة من الجوائز الخمس الأساسية التي أنشأها رجل الصناع ومخترع الديناميت ألفريد نوبل عام 1895 وإنما أنشأها البنك المركزي السويسري ومنحت لأول مرة عام 1969 في أخبار الرياضة صعدت التونسية أنس جابر ثلاث مراتب لتصبح في المركز الثاني والثلاثين في تصنيف اللاعبات المحترفات الصادر اليوم عن رابزة محترفات كرة المضرب وكانت أنس جابر بلغت الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة رولونجا غوس إحدى الدورات الأربع الكبرى بعد فوزها على كل من البلاروسية آرينا سابالينكا وزارينا دياسا واليابانية ناو هيبينو قبل أن تنهزم أمام الأمريكية دانييل روز كولينسا تويجى لوس أنجلس لايكرز بلقب البطولة الأمريكية لمحترفي كرة السلة للمرة السابعة عشرة في تاريخه بعد الفوز على ميام هيت بمائة وست نقاط مقابل ثلاث وتسعين في سلسلة نهائية التي انتهت لفائدة لايكرز أربع مقابل إثنين لاختتم الفريق موسما غير مسبوق بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا وبالرياضة نصل إلى ختام النشرة مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها تسجيل ثلاث وفيات بكل من باجا وزغوين واسفاقس بالكوفيد وتونس تجري مفاوضات مع منظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا فور ثبوت نجعته بداية من اليوم تصليت خطية بستين دينار للمخالفين للحمل الإجباري للكمامة وحملات أمنية لمراقبة مدى التزام مستعملي وسائل النقل العمومي لهذا الإجراء ترامب يبدأ اليوم حملته الانتخابية في مسعى لتذليل الفارق أمام خصمه جو بايدن ويؤكد أنه لا يمثل خطرا لنقل العدوى بفيروس كورونا ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية نشكر متابعتكم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة